من كميكا الإنجينير من جامعة المينيا وهو أستاذ محاضر في جامعة زويل العنوان المحاضرة هو أخذ الكواريفيكيشن بتاعته البيئيش دي من لندن يونيفرستي العنوان المحاضرة بتاعته بايروليسيس بجاتروفة كميكا الإنجينية من جامعة لندن من شايفة مغنى الدارة بايروليسيس من جامعة لندن في سويدن وان المحاضرة بتاعته بايروليسيس بجاتروفة كميكا الإنجينية بايروليسيس في إيجيبت فضح أكدوث السلام عليكم بايروليسيس بجاتروفة بايروليسيس بجاتروفة بايروليسيس في إيجيبت الليعاوة الناس من الاشياء taught my work is to investigate the possibility of using the biomass as renewable energy source specific objectives in this Seminar to study the use of the trova Seeds as a clean biomass source for producing biofuel to use pyrolysis as a one thermo chemical conversion process to produce biofuel لإستخلط نانوكاتليس مصدر من الجاتروفة لتنزل من المصدر من العمل والمسكين بإمكان التشاية من الجاتروفة الانترات الجاتروفة كانت تقلل في مماركة في أجبط بإستخل الوحيدة في السوية في أجبط أجبطة أجابة وفي السرطة أيضاً ججوبة مختلفة المختلفة للتعليقية والتعليقية والتعليق البيومات تقوم بمعرفة إلى استخدامها كما نعرف كما نعرف جتروبا جتروبا فروت كما قمت بإمكاني المنطقة في البداية كما نعرف أن هناك المنطقة والتعليقية هذا المنطقة تقوم بإمكاني المنطقة والتعليقية والتعليقية المنطقة الجتروبا في الإيجابة كما قلت لكم في عدة المنطقة لكن تعملناها لهيط المنطقة مجال يتعاون مجال لديه مجال لذلك لسبب كثير من المساعدات كما يتعاون بفعول يتعاون مجلسة من المساعدة في أضافة إلى مستوى المفتاح ميثرة مختلفة ميثرة 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 المثال الذي تح missed nowadays وحصل المحلقة في محلقة محلقة في الوصول 60% الشمال يعني محلقة في محلقة أولئي في حتابة سوى محلقة فى بشكل كبير التجنية المتخصية و الشيطيني المخلصية الذي نستطيع الآن لا يجب أن ينبغ pى القشمات المتخصية ل��릴 تقترين المتخصية للناس لتحتاج مجدد يملكا من أكثر هذا هو البيتراني يظهر البيضيزل من جتروفا كما ترى في كل طريقات حتى توجد السترification من الأسداء الثلاثيين الممكنة المساعدة الآن كيف يجب أن يخرج منها الممكنة والمساعدة جتروفا يوجد البرجانات الثلاثيين للمترد من البلسيين الموسيقى موسيقى الموسيقى ببعض المترجم بين الـ 400 إلى 500 يقولونها موسيقى التبعيج للتبعيج والتبعيج في الوقت مقابلها طبعا وما يطلبها مغفوضة لنفسنا نعمل تستطيع تستطيع مرة أبناء نستخدم مدرها مدرساً تبعقد مجرساً ويقدر حياتيًا هنا بجرس مدرسي لبجаций مدرسيات و Psalm الأنسان مزهرجة المنطقة ومتيرة من خلق المنطقة محضرين المنطقة ومجرم المفضل في المعض RAM يحصل على ميزة من المنزل من العلقين والمثال ستاني يقرر على المنزل من المنزل من المنزل لتحتاج أشياء مختلفة من المنزل من المنزل هنا المنزل هذه هي المنزل من الجاتروف وهذه هي الجاتروفة هنا يستخدم الكتاليس نستخدم الكتاليس نستخدمها مع الواء مختلفة ثم نستخدمها في 24 سنة في 110 ثم نستخدم الكتاليس في 900 سنة في 2 سنة هذه هي جاتروفة نستخدمها بعد تحضير هذه هي المرات المتحدة جاتروفة بحيث 1.5 ثم نستخدم الواء مختلفة من 400 إلى 500 ثم نستخدم الواء مختلفة ثم نستخدم الواء مختلفة هذه الكتالية مختلفة نستخدم الواء مختلفة نستخدم هذا الواء مختلفة ثم نعمل ثم نعملل هائل and we have controller, PI controller, proportional integral derivative controller to control the temperature of the furnace reactor. Here, this is a photo for the real pilot plant that exists in Faculty of Engineering at Minya University. Results, as you see here, we have Jatruva, ultimate and approximate analysis for Jatruva. The carbon, hydrogen, nitrogen, this is ultimate analysis as demonstrated in the table in front of you. And the approximate analysis, motor content, volatile matter, fixed carbon, ash, and the calorific value. This is, we did it, and fixed carbon makes them more useful for pyrolysis and the gasification. After we prepared the nanocatalyst, calcium oxide from eggshells, we characterize it. We use SEM and TEM, and as in front of you, one photo for SEM and the other for shell, and the third one for XRD analysis compared to pattern of shell and composition XRD for carbon dioxide. Here, the next table in the next slide demonstrate the comparison between our study, between GCPDs, and between literature, and as you see, our results in comparison to other match well. Here, thermographic analysis of raw material to see when the best temperature can be used for fast pyrolysis. This is, the literature say by Munir et al, that the weight loss occurring at 373. Our temperature ranges between 36, as demonstrated in the figure there, between 368 to 514. DGT curves, DGT curves illustrate that the temperature pertinent to the maximum weight loss. CHNS, carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur content, analysis of chattrofa seed. After pyrolysis, we see the hydrogen, we compare bio-oil from chattrofa seed with diesel that we get it from crude oil. Carbon in chattrofa seed, 60%, carbon from diesel, 85%, hydrogen, 8.67%, from diesel, 13, nitrogen, 13, nitrogen, 3, from diesel, 0.18, sulfur in bio-diesel, Nel, from diesel from crude, 0.3, oxygen. Here, this is the main problem that may affect the calorific value of oxygen compound that contends in chattrofa seed oil. It makes the calorific value less in comparison than the bio-diesel, and this is need more investigation and deep research to enhance, to decrease the oxygenated hydrocarbon from the chattrofa seed oil in comparison to diesel oil. and here we, FTIR, this is without, without using catalyst, GC, GC mass. The results were found consistent. This is the FTIR diagram. Within, we found consistent with literature, and we compare with GC mass, phenol compounds appear using nanocatalyst. This is the other figure, the previous was without catalyst, the second figure with catalyst. This results found consistent with literature, and when compared with GC mass, phenol compound disappeared by using carbon oxide catalyst based from eggshell. The other issue, free fatty acids, and oxygenated hydrocarbon decreased when we used nanocatalyst in pyrolysis. It disappeared almost completely. And this has enhanced the quality of chattrofa by fuel. This is the GC mass, gas chromatography mass specification, for without catalyst, as with catalyst. Without catalyst, we discover there is fatty acids and oxygenated compound. The second one, with catalyst, with the oxygenated compound, as you see here, the number, it was 2% for phenol. Now, when we used nanocatalysts, it reduced to 1%, others reduced to 4.5%, while the formation of Tuluim, Cyclo, hydrocarbon, and several light compound was increased. The problem, as we saw now, that the phenol and oxygenated hydrocarbon, in addition to free fatty acids in chattrofa biofuel, is challenging to decrease it by using, by studying more, the using of catalyst. Here, jattrofa, charcoal, solid, pyrolytic matter. As I mentioned at the beginning, we told you that fast pyrolysis in general, or biomass, we have three components, solid, liquid, and gases. We did talk about liquids, but now we are going to compare between the chattrofa seed charcoal and the conventional coal. As you see here, carbon, carbon, here in ultimate analysis, from chattrofa 66, from conventional coal, 65, hydrogen 4.7, from conventional 4.5, and then nitrogen, of course, here is a little bit higher than conventional coal. Oxygen, oxygen 25, and there, 4.5, up to 10, and this is the 25 is high. And hydrogen to carbon molar ratio 14, there, 13.3 to 14.5. Proximate analysis, the moisture content in the charcoal from chattrofa 2.2, there 2.2 to 1.5. Here, volatile matter 80%, there 15 to 45. Fixed carbon 8, there 50 to 70. Ash 6, 4.4 to 15. Calorific value 27, there for conventional 26. The main conclusion, the maximum bio-yield was 40% at an optimum temperature of 500 degree for chattrofa kernel. And with catalysts that has a concentration of 1 weight percent, it reached 50%. We used, we run the system only one time with catalysts, and the concentration of catalysts, it was 1%. And the bio-fuel yield increased from 40 to 50. It's very significant from the process that adds a viral temperature, optimum temperature, and then it decreased because of the formation of excessive gases products. Also, we have to study well the optimum temperature range to minimize the formation of gases product more than liquid. CEM, EDX, and XRD analysis of catalysts show a good agreement with the literature. FTIR analysis and GC analysis show the bio-oils contain amount of 60% chemical compound to contain large amount of fatty acid, oxygenated, and nitrogen-peering groups, carboxylic, and amines. FTIR analysis. When we use 1%, as we told you, it reduced from 2 to 1.5, and reduced for acids from 24 to 4.5. Recommendation, our recommendation, we need to study more the different concentration of nano-catalyst in pyrosol. FTIR analysis. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your attention. Spring. My name is Jill Aariah. I am very happy to be here. I am very happy to thank you for your attention. I am very happy to speak of it. I am happy to be here, and I'll show you all the time. You'll check your attention for the bio-finers. I'll show you in my attention. I will talk about how many diets. I will show you. It's not clear. I will show you how many diets that you do. You don't show you. I'm taking your attention. I'm giving it a lot more vaccination. I can't even improve it. I'll show you all the time. شكرا